نؤمن بأن هناك اتحاد أقنوني ماذا نعني باتحاد أقنوني؟ اتحاد واللي بكتب يكتب وتذكروا هاي الكلمات اتحاد دون انقسام دون انفصال دون امتزاج دون اندماج اتحاد دون تغيير للأبد هذا هو التجسد في أوضح أشكاله نحن لا نؤمن أن الله هذا اللي كان قوله اليوم من أسيس الصغر أسيس أشرف نحن لا نؤمن أن الله تحول إلى إنسان لا نؤمن بالتحولات لا نؤمن أن اللا محدود تحول إلى محدود أو المحدود تحول إلى محدود لا نؤمن أن اللهوت تحول إلى ناسوت والناسوت تحول إلى لاهوت لا نؤمن إطلاقا بأن الله تحول إلى إنسان والإنسان تحول إلى الله لا نؤمن بالتحولات أكثر تلطة ارتقاب ترنم في الكنايس هاي الأيام الله ترك السماء لا يا شيخ وتحول إلى إنسان عفوا ومات على الصديق بالبقية في حياتكم الله مات على الصليب أنا بعرف شو أصدق صدقوني نيتك حاضر عندي ولكن لما أنا بدي أصلي مع أحد أقول له الله مات على الصليب الله مات على الصليب الله الذي وحده له عدم الموت مات على الصليب أنا فهم شو أصدق بس اللغة في هذا الحوار مهمة جداً اللغة المصطلحات أنا اليوم عم بطالبكم بالعشم في هاي المدرسة أرجوكم اهتموا بمفرداتكم عند الحديث مع الآخر الموضوع حساس جداً يا ما ناس تركوا ولم يقبلوا الحوار لأنه قلنا لهم كلمات من هذا النوع الله ترك السماء وتحول إلى إنسان والله مات على الصليب كيف يريد أن يكمل حوار معنا رح يعزيك ومنتلاقى بعدين واحد كتب لي مرة بذكرى وفاة الإله في المسيحية ربنا يعزيكم وإن شاء الله آخر الأحزان أنا مش عم بلومه للأمانة كان حوار صادق جداً وأعتقد أنه هذا الإنسان أهو أنا بكون على البيج بدي واحد يتبرع في الجملة هاي هو هلا أعتقد أنه شخص يمتلك خدمة رائعة جداً بس الأمانة عشان أقدر أوصل معكم لنتيجة بعض المصطلحات تحتاج إلى إعادة تعريف جاهزين؟ أول مصطلح ثلوث ماذا نعني بكلمة ثلوث؟ ماذا نعني بالثلوث؟ كلمة ثلوث ليست موجودة في الكتاب المقدس ليست العقيدة موجودة في الكتاب المقدس ولكن اصطلاح الثلوث لن نجده في الكتاب المقدس إطلاقاً هذا اصطلاح تم استخدامه من قبل الأباء بإبداع للتحدث عن تلك العقيدة الحاضرة بأشكال وسياقات واتساقات مختلفة بقوة في الكتاب المقدس ولكن ثلوث لا يوجد في الكتاب المقدس ثلوث ولكن يوجد العقيدة العقيدة توجد بقوة ماذا نعني بكلمة ثلوث؟ بحسب الأطروحة المسيحية تعني الآتي الله واحد في الجوهر ثلوث في الأقني ممكن نكتبها هاي الكلمة لما تقول الله واحد كملها في الجوهر ثلوث في الأقني وأنا بوعدكم ويمكن بتحداكم تطلعوا من القاعة كمان شوي مش فاهمين الثلوث وادخلوا معي بتحدي لح تفهموا يا الله قديش طيب وأنا بحكي بالروح القدس يا رب بالروح القدس عزي وأوي وثبت كلمتك في أذهان ووعي وإدراك ولاتك باسم يسوع المسيح أنا عم بصلي آه أمين وإذا كانت الفكرة قدامكم لا 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 الفكرة صعبة ارفض هاي الفكرة وكمل معي أعتقد رح نوصل إلى نتيجة ماذا نعني بكلمة ثلوث أو المصطلح نفسه أن الله واحد ثلوث الكلمة موجودة في الكتاب المقدس العقيدة موجودة للأمانة هذا التصريح الذي فهمته الكنيسة منذ فجر التاريخ ولم يكن تصريح حديث نسبياً كما يتم الترويج له بعض المفردات اللي بالإنجليزي أعتقد محتاج أساعدكم فيها ونتساعد مع بعض ومرة تانية إذا هذا الكلام بدكم تتحققوا منه افخصوا أرجوكم بس عم بحكي اجتهاد شخصي لا تستخدموا كلمة التثليف استخدموا كلمة ثلوث وأتحدث بإحترام أنا تعبت أقوله وحطيت المصطلحات بالإنجليزي بحسب أكسل عشان تفهموني ولا أكون أتحدث في فراغ ترياثيزم ترياثيزم تثليف is the teaching that godhead is really three separate beings اكتبوا الترياثيزم بأي دكشنري رح تكون هاي النتيجة ترياثيزم التثليف هو godhead is three separate beings في حين أن للترينيتيريانيزم للترينيتيريانيزم من ترينيتي تعني is the Christian doctrine that god exists as one god one being فأنا عم بحاول أوضح بعض المفاهيم اللي كثيراً ممن تهجموا وتطاولوا على المسيحية كانوا بيقولوا شوفوا المسيحيين شو عم بيقولوا تثليف بيفتح الدكشنري بتلاقي الحوار كتير صار معقد فأنا بنصح نصيحة للمهتمين فقط استخدم كلمة واصطلاح ثالوث وليس التثليف هذا ممكن ينقذ الحوار من بدايته فلا يكون معقد وتخسر النقاش أو على الأقل فرصة النقاش بهذا الإطار مجرد اجتهاد عانيته كثير بحوارات مختلفة وحب بحطه قدامكم بصدق ونوايا صادقة زي ما بيقول ماذا يعني بكلمة أقلوم؟ هاي الكلمة المشكلة جينا نفكر باللغات ولغويا محتاجين كلمة يا صاحبي اصطلاح يا ناس انعبر فيه عن الآب والابن والروح القدس محتاجين اصطلاح نستخدمه للتعبير عن الآب والابن والروح القدس نعم ما هي المواصفات؟ ما هي المعاني التي ينبغي أن يمتلكها ذلك المعنى أو هذا الاصطلاح؟ اكتبوهم مميز غير منفصل فلو سمحت يا داني بدنا كلمة نستخدمها لنصف الآب والابن والروح القدس تحمل فيه معناها التميز مع عدم الانفصال بيجي واحد من الفاضلين والمفكرين والعقلاء في هذه القاعة بيقول شخص ما هي الكلمة شخص؟ نشوف أنا وإياك اسمك؟ فيله؟ أنا وفيله أشخاص هل إحنا مميزين عن بعض؟ غير منفصلين؟ لا أنا صحيح أنا وفيله أشخاص مميزين لكن أنا محتاج كلمة يا داني تعبر عن تميز مع عدم ما عدم انفصال ما عدم انقسام ما عدم امتزاج ما عدم اندماج آآ آآ بدنا كلمة من هذا النوع احنا محتاجين نفكر بطريقة مختلفة هل يوجد في اللغة كلمات من هذا النوع؟ آآ فيه الموضوع بهاي البساطة أنا محتاج كلمة فجاءت الأرامية وقدمت مفهوم خطير جدا جاءت الأرامية وقدمت مفهوم تميز مع عدم انقسام مع عدم انفصال مع عدم امتزاج مع عدم اندماج فالأرامية جاءت عندك كلمة يا لغة أرامينية تستطيع أن نصف أو نستخدمها أو أن نبتدعها أو أن نجدها تعبر عن هذا المفهوم نعم فكان أول معنى في الأرامية بالعربي نحن لا نمتلك كلمة بمعنى ولم نترجمها بل عربناها تعرفوا الفرق بين التعريب والترجمة؟ يعني الكمبيوتر ترجمته حاسوب تعريبه كمبيوتر فجاءت العربية وعربت كلمة أكنومة فأصبحت بالعربية أقنوم طب باليوناني هيبوستاساس طيب بالإنجليزي ما عندهم كلمة بهذا الشباب فأنجلشوها للكلمة اليونانية فصارت هيبوستاساس مرة تانية الثلوث كلمة موجودة في الكلاب المقدس؟ العقيدة موجودة؟ طب يلا كلمة أكنوم ماذا تعني ضمنيا؟ مميز؟ غير منفصل غير منقسم غير منمتزج غير مندمج بالأرامي شو الكلمة بالأرامي اللي تناسب هذا المعنى؟ أكنومة بالعربي باليوناني هيبوستاساس بالإنجليزي هيبوستاساس طب هالكلمة أقنوم موجودة في الترجمات؟ وين شريف؟ موجودة في الترجمات؟ اسمعوا وأدعي ذلك أربع ترجمات جبتلكم إياهم أربع ترجمات موجودة فيهم كلمة أقنوم مين معه كتاب مشوهد؟ يلا يلا بيقول بيقول موجودة بمعنى جوهر وهذا الكلام حقيقي مين معه كتاب مشوهد؟ عليه شواهد؟ بليز افتح مع العبرانيين الإصخاح الأول موجودة في ترجمة وحدة الشريف وليس كل الترجمات بمعنى جوهر وشوف الترجمات اللي جبتها والخمس مقاطع الأساسية التي يقدمها ممكن نراجع مع بعض بالترجمة الفاتيكانية وخطتلكم فيها بأبرانيين واحد ثلاث كيف مكتوب وشريف أكيد رح يساعدنا لتوثيق هذا الطرح أو تأكيده بشكل أو بآخر أو تغييره على الترجمة المستفيد الترجمة الفاتيكانية الترجمة الصينائية الترجمة البيروتية وأقدم ترجمة في اللغة العربية في القرى الثامنة الميلادي العدد رقم ثلاث نصح الأول ورسم جوهره صح؟ في عليه حرف ثلاث فوق صح؟ رقم ثلاث مضبوط رقم أربعة رقم أربعة تحت شو مكتوب رقم أربعة؟ صورة أقنومه صورة أقنومه مكتوبة ورسم جوهره بتروح على الشاهد انزل تحت حتى في الترجمات اللي بين إيدينا الترجمات الحديثة نسبة جداً الحديث عن كلمة أقنومه كان حديث ليس حديث جديد فالحديث في هذا الصياق مهم جداً إياكم شكراً كلمة أقنومه تحتاج إلى بحث ولكن تعاملنا معها يختلف عن الثالوث الثالوث وصف لعقيدة موجود في كتاب المقدس؟ الكلمة الموجودة في كتاب المقدس؟ كلمة أقنوم تختلف يوجد تلميحات إلها بطريقة أو بأخرى ورح نحتاج من شريفي ساعدنا في توثيق هذه المعلومة بطريقة أو بأخرى حتى بالنسب إليك شخصياً أستفيد من جديد نحن كنا محتاجين إصطلاح نعبر فيه عن الأقنوم عن الآب والإبن والروح القدس ما هي المعاني التي كنا نحتاجها؟ سريعاً قضية بتهمنا في هذا الصياق شوفوا ما أريد أن أرجعكم هون الأقانيم أو الآب والإبن والروح القدس ليسوا صفات ليسوا أوجه ليسوا ظهورات إياكم أن تعتقدوا أن الآب ظهر في العهد القديم كأب والإبن ظهر أيام يسوع المسيح والأيام هاي يظهر الله كروح قدس إياكم هذا ليس تصريح حقيقي لا نؤمن بذلك الآب والإبن والروح القدس ليسوا صفات ليسوا أوجه ليسوا ظهورات ليسوا ألقاب ليسوا وظائف يمتلكوا وظائف وأدوار ولكنهم ليسوا هم أقانيم الصبح حضرتكم سألته الأستيس أشرف عن الظهورات نمتلك ثلاث إصطلاحات ميزوا بناتهم في فرق بين الظهور والحلول والتجسد صحيك؟ في فرق بين الحلول وحل عليه روح الرب لإنجاز معين ظهورات معينة لأغراض معينة تنتهي بانتهاء الغاية التي وجدت لأجلها أما التجسد فهو قضية مختلفة تماما التجسد هو اتحاد كلمة تجسد تعني اتحاد بين طبيعتين رح أحكي لكم عنهم مطولاً كمان شوي نحن نمتلك في العالم المدرك ستة طبائع فيه طبيعتين لأول مرة لأول مرة ولآخر مرة حدث اتحاد بينهما رح أعطيكم ستة طبائع طبيعتين حدث بينهم اتحاد الآب والإبن والروح القدس ليسوا صفات ليسوا أوجه ليسوا ظهورات ليسوا ألقاب ليسوا وظائف ليسوا أدوار هم أقانيم مميزة غير منفصلة غير منقسمة غير ممتزجة غير مندمجة متحدة للأبد الاسيس أشرف كمان الصبح قال جملة كتير مهمة يا رب تأتعوها التجسد لم يكن أزلي ولكنه كتير مهمة مميزة أصدق داني مش التجسد انتهى والاتحاد بين اللهوت والناسوت انتهى عندما ارتفع الله إياكم أن ينفصل هذا وإذا حدث ذلك الانفصال كارثة لا يوجد ما يستطيع أن إحنا اليوم تخفر خطيانا نبرر نفدى نصالح على الله نتم تبنينا نقدس وسوف يتم تجديدنا وتمجدنا لأن اللهوت متحد بالناسوت وعد ذلك سوف نقدم دبائح من جديد امشوا معي بهك بعض المقاطع حطيتها قدامكم عشان تشوفوا كيفية هذا الحوار المتماسك جدا لوقة 1.35 نرانا يتحدث عن الروح القدس قوة العلي القدوس المولود منك في لوقة 3.22 نزل عليه الروح القدس وصوت من السماء هذا ابن الحبيب يحنى 14.16.18 وأطلب من الآب أن يعطيكم معزيا روح الحق بإسمي يحنى 16 موعد الآب سمعتموه مني وستعمدون بالروح القدس طوال الوقت يتحرك يا الله ما أحلاك طوال الوقت بيمين الله موعد الروح من الآب بيسوع المسيح بطرس الأولى صاحب الأول عدد الثاني شوف هذا التصريح قديش دقيق علم الآب المسبق وتقديس الروح ودم يسوع المسيح دائماً مع بعض بأناقة وبتلقائية وليس بطريق الدفاع أو طريقة اتهام أو الرد على اتهام إطلاقاً يتحدث الله بالآب والإبن والروح القدس بآيات كثيرة بتلقائية الكلمة بتلقائية الوحي الموجون دائماً أحد الأشخاص قال وكان صادق مع نفسه وهو غير مسيحي قال الحديث عن الثالو في الكتاب المقدس صريح والحل قدامنا أن نرفض الكتاب المقدس ولا نبحث فيه عن ثغرات في قضية الثالو الترابط والتماسك قوي لدرجة لا يمكن أن تتخلص منها بسهولة شوفوا هذا التصريح قديش خطير فاذهبوا وتلمدوا جميع الأمم وعمدوهم بأسماء لا بأسماء تكليم مش بإسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين بإسم الآب والإبن والروح القدس إله الواحد أمين هذا التصريح يستحق الأحترام بإسم الثالوث أنا والآب واحد يعني حاولت قد ما بقدر أقدم مجموعة ملاحظات وهون ركزوا معي بالملاحظة الأولى ثلاث ملاحظات من العيار الققيل في هذه القضية ابتدائية ملاحظة أولى لا يوجد فعل يقوم به أقنوم دون الآخر ولكن كل فعل يتصدر أقنوم دون الآخر أعيدها لا يوجد فعل يقوم به أقنوم دون الآخر وإن حدث ذلك حدث انفصال ولكن كل فعل يتصدر أقنوم فعل الخلق يتصدر مين الآب والروح القدس بالتضفق يرف على وجه المياه وبه وكل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور للناس والنور يضيء في الظلمة حتى التجسد الأقنوم الآب والأقنوم الروح القدس يهيئان الجسد ومن الذي يتجسد يسوع المسيح الأقنوم الكلمة الأقنوم الإبنة يتصدر الفعل مش معقول لا يمكن أن تجده حتى السكنة في المؤمنين رأي أعطيكم هل جدول يستحق التصوير لا يوجد فعل في العالم قام به الله أقنوماً واحداً دون الآخر ولكن كل أقنوم يتصدر فعل معين بحسب دوره من أقام يسوع المسيح من بين الأموات شايفين شايفين أنا مستني لجواب هذا الروح القدس مفيش أوعى تتهوروا فكرياً أو لاهوتين تقولوا أهي 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 الأقنوم الآب بولوس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه وهو شخصياً كان يتحدث عن ذلك انسفوا هذا الهيكل كل ياتوا على بعض وأنا في اليوم الثالث وكان يتحدث عن جسده الروح القدس بحسب روميا تمنياً كان الروح الذي أقام يصوم النماء لا يوجد فعل يقوم به أقنوم دون الآخر ولكن كل فعل يتصدر أقنوم اختلاف الأدوار بالمناسبة ملاحظة ثانية لا يعني عدم التساوي عدم التساوي يحدث في حالة واحدة فقط إذا لم يكونوا الأقاليم الثلاثة لهم نفس الجوهر ولهم نفس الطبيعة وهذه الحالة الوحيدة الذي نستطيع أن نقول أنه لا تساوي طب داني عندك آيات بتقول في الكتاب المقدس أن هناك تساوي بين الأقانيم وخاصة في ظل تلك الآية الشهيرة جداً أبي أعظم مني جاهزين تستقبلوك المتحق قلولي أمين جاهزين اسمعوا التساوي في لقب الله مع الآيات التساوي في لقب الربوبية مع الآيات التساوي في الأزلية والأبدية مع الآيات التساوي في عدم التحيز بمكان وزمان التساوي في لقب الحي في العبادة والسجود في صفة الحق في صفة القدرة في صفة القداسة في صفة المحبة التساوي في إقامة يسعون بين الأموات التساوي في جذب النفوس السكن في المؤمنين السكن في المؤمنين إياكم أن تعتقدوا أن الروح القدس بس يسكن يسكن هو من يتصدر فعل السكنة وخاصة مع الترنيمة المشهورة جداً التي قدمها أغسطينوس سأحكي لكم عنها التساوي في ترتيب الأسماء في التبادل في الاشتراك في المعجزات كيف نأتي إلى الله التساوي في الأقوال والأعمال التساوي في الاتحاد في الجوهر التساوي في كل شيء التساوي حقيقي يحدث بين الجميع بين الأقانيم الثلاثة نحن نؤمن بهذا التساوي بتصريحات كتابية تصريحات كتابية كنت عم أقول دائماً إياكم ملاحظتين خدوهم على محمل الجد لا يوجد فعل يقوم به أقنوم ولكن كل فعل والاختلاف بالأدوار لا يعني عدم التساوي متى يحدث عدم التساوي عندما يحدث هناك لما نختلف ب طبيعة والجوهر دائماً حتى في السكنة حتى في السكنة حتى في السكنة نحن نحكي هذا التصريح الأديم الذي قدم أغسطينوس كل واحد في كل واحد وكل واحد في واحد والواحد في الكل والكل في الكل والكل واحد حد أحفظها؟ حد يتبرع فيها؟ الكل في الكل والكل في واحد والواحد في الكل والكل والكل نحن في الوحدانية في أربعة محاور اكتبوها عشان نفهم الوحدانية أربعة محاور دائماً معنى الوحدانية نوعية الوحدانية أساس الوحدانية طبيعة الوحدانية الاختلاف قائم بين الجميع ممن يؤمنون بالمونوثيزم بوحدة الله أن الله واحد نحن نختلف مع الجميع مش في قضية وحدة في أربعة قضايا أعيدهم في معنى الوحدانية اثنين نختلف في نوعية الوحدانية ثلاث نختلف على أساس الوحدانية وطبيعة الوحدانية احنا اختلافنا حقيقي بكل الحب سؤال هيكي على الهامش عندما نخطئ نحن نخطئ في حق مين في دباجة تنتشر بقوة انتشار النار هيكي في أننا نخطئ أنه إحنا أنه إحنا أخطأنا في حق الله القاب والقاب غاضب علي وبد ينطق مني ذلك الذي يحب الدماء بيجي الإبن ده عندي وإحنا اتعلقنا في الابن وحبنا ولكن الاب نطقي ونطقي شره من أين لنا بهذه الصورة الوثنية خافوا الله الكتاب بيقول لماذا يغضب الله على قولك ويفسد عمل يديك لأن ذلك من كثرة الأحلام وكثرة الأباطيل اخشى الله كثرة الكلام هذه الصورة الوثنية لا تمت للمسيحية بصلة أنا أتقي شر الله الآب الله الذي تعرض لذلك الأذية عندما أخطأنا بحقه والابن جاء بطريقة أو بأخرى ينقذني من غضب ذلك الإله الآب وأنا اتعلقت في الآب في الابن وبحبه أكثر من عمركم سمعته بالبسملة الأنطاكية بشم ألوها رحمانه رحيمه بشم ألوها رحمانه رحيمه هذا عمره سمع باصطلاح الرحمن على أي وزن فعل أنا بعرف الرحيم والرحوم من أين لنا بهذا الاصطلاح الذي يطلق بالو عربية عليه الرحمن سؤال للتاريخ فقط للتاريخ فقط حتى نفهم الثلوث أنا هون محتاج أقولكم شو المشكلة جاهزين تستوعب المشكلة معي علشان نعرف كيف استطاع الثلوث أن يقدم نفسه بإطارات موثقة جداً في هذا الإطار المشكلة كان آتي لما تسألوا حدا هل الله موجود الجواب يكون هل لأله ذات ماذا نعني بكلمة ذات أنا من الناس الذي أرفض أن أكمل أن أكمل في حوار مش فهم مفرداته ينبغي توضيح المفردات وأرجوكم في أي حوار ونقاش وضحوا المفردات هذا جزء أساسي من خبرة ونضوج ماذا نعني بكلمة ذات ذات تعني كل ما يستطيع التعبير عن نفسه بكلمة أنا اكتبوها كلمة ذات لما أقولكم أن الله له ذات كل ما يستطيع التعبير عن نفسه بكلمة أنا ومن يستطيع التعبير عن نفسه بكلمة أنا هو من يمتلك إرادة عاقلة أو عقل يريد عم بقولي شي صعب ذات هو من يستطيع أن يقول عن نفسه كلمة أنا يخاطب بكلمة أنا بضمير أنا وما يستطيع أن يعبر عن نفسه بكلمة أنا هو فقط من يمتلك إرادة تريد إرادة عاقلة أو عاقلة يريد مرة تانية السؤال هل الله موجود؟ هل له ذات؟ للذات صفات وللصفات علاقات السؤال الكبير عم بحطه قدامكم هلأ وهو مربط الفرس وحبكة كل موضوعنا مع من كان يمارس الله صفاته خارج الخليقة قبل ما حضرتكم تكونوا موجودين قبل ما المنظومة الملائكية توجد مع من كان يمارس الله صفاته آه في إجابات كثيرة بتقول في هذا الصياق بتقول لا 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 إحنا مش محتاجين يكون في أقانيم على شان يمارس الله صفاته رأى أحطها قدامكم هلأ وقالكم تقتنعوا فيها أو ما تقتنعوا هذا هو الأربع محاور الأساسية في فهم أي قضية بتخص الوحدانية الكثير ممن يؤمنون بوجود الله يتفقون على أن الله واحد ولكنهم يختلفون على نوعية تلك الوحدانية معنى الكلام يا أخي أنه في أكثر من نوع من الوحدانية نعم واحد إما أن تكون وحدانية مجردة وهدول الناس نزهوا الله عن الصفات وقالوا الله هو الكون أو الله في الكون ولكنه لا يمتلك صفات شخصية ما عنده هو لا شخصي هذا حوار خطير جدا في ناس بيقولوا الله واحد حقيقي ولكنه مجرد لا يمتلك صفات هو في الكون أو هو الكون يعني بلغة تانية وحدة الوجود أو الحلولية عشان يك بتلاقون هدول الناس ما بيقطعوا ظهرة اسألوهم ليش بيقولك لأنه فيها الله الله والكون شيء واحد أو الله في كل شيء في الكون ونحن في المسيحية نؤمن أن الكون شيء والله شيء وفي علاقة تربط بينهما وليست علاقة بالمناسبة علاقة في المسيحية لا نؤمن أن الله ترفع ترفع وتعالى 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 جدا عن التعامل مع البشر أعطانا مجموعة من الشرائع إن أطعتها فأنت في النعيم وإن لم تطعها فأنت في الجحيم هذا ليس الحوار المسيحي إطلاقا والدليل حادثت التجسد التاريخي تعرفوا لولا التجسد أنا كنت رح أكون ربوبي أؤمن بوجود خالق لأن المعطيات التي أعينها تؤيد ضرورة وجود المسبب غير المسبب كثير واضح أن هناك محرك أول حرك كل شيء وهذا يعني خالق لولا التجسد كنت رح أآمن أن هناك خالق وليس إله وليس إله لكن التجسد حادثة خطيرة جدا تعرفوا طول الوقت الناس بترفض داما أسئلة التي تنتشر هل يليق التجسد في الله هل هو ضعف هل هو هل هو طول الوقت الحوار يدور بهذا الصيار وتأسأل الناس لماذا تعتقدون ذلك كانت الفكرة أنهم بيعتقدوا أن الجسد شر وأن الروح محبوس فيه وسوف تتحرر يوما ما عندما تتحد بالنيرفانا تلك القوة الكونية لما يجى الأقنوم الكلمة والتجسد أعادت أعادت سياغة المفاهيم جسدكم شيء شريف راقي هل أقولكم شيء خطير نحن لا نؤمن في المسيحية بخلود الأرواح دون جسد ممجه نحن لن نتحرك في إطارات أثيرية نتحرك بهذا الإطار أقولكم إيش أخطر يارب يكون خبر حلو مش عارب أنت لست سوى أنت في الأبدية أنت مرح تكونوا ناس اجداد هيك سكب فجأة لا 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 سوف تلبس عدم فساد سوف تعاين وعي وإدراك خطير جدا بالاقتراب من هذا الإله ولكن أنت لست سوى أنت عشان هيك هاي الحياة هي المساحة أمام الله حبيبي الذي يعد فينا شخصياتنا استعدادا للأبدية مش عارب إذا عم بقول كلام بفيدكم احنا نسوح نكون هيك أشخاص فجأة جداد لا 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 أنت لست سوى أنت في الأبدية رح تكملها بخفة دمك أو أنت لست سوى أنت أجهل الكثير عمر وشكل وذاكرة وطبيعة استدراكاتي للإطارات الوجودية أجهل الكثير للأمانة ولكن على الأقل هناك حقيقة كبرى أنت لست سوى أنت في الأبدية عشان هيك أرجوكم أول نوعية نختلف فيها حسب في قضية نوعية الوحدانية أولا الوحدانية المجردة نحن نتفق بالوحدانية ولكن نختلف على نوعية تلك الوحدانية ذكروني ذكروني بس قبل ما أنسى الثالوث كلمة موجودة في كلاب المقدس العقيدة في معنى آخر أطلقت عليه وحدانية مطلقة أو وحدانية الفرد إيه دا؟ وحدانية الفرد ترفض ولا تقبل وحدانية الفرد إنجاز التعبير يعني جوهر واحد وأقنوم واحد إنجاز التعبير جوهر واحد وأقنوم واحد في المسيحيين أمتلك جوهر واحد و القضية قضية جوهر القضية قضية جوهر يعني مرة تانية ماذا يعني بإصطلاح الثالوث؟ أن الله واحد ثالوث في تقريني اسمعوا بدي أسألكم سؤال رح تتفاجأوا قدش أنتوا فاهمين رح أسأل سؤال أفاجئكم قدش أنتوا فاهمين لأنه بديهية منطق جاهزين؟ أسأل؟ لو خبرني الأخ إهاب بوجود نظام ألوهي يمتلك جوهرين كل جوهر ثلاث أقانيم كم إله عندي؟ اثنين بس أنا قلتلك ثلاث أقانيم القضية قضية؟ طيب لو قلتلكم لو قلتلكم في نظام ألوهي خبروني عنه ألولي أنه يمتلك ثلاث جواهر كل جوهر أقنوم كم إله عندي؟ أقنوم واحد قلت أنتوا كيف يتقيبوا كم إله؟ جوهر طيب لو قلتلكم لو قلتلكم عندكم نظام ألوهي في جوهر واحد تسع أقانيم كم إله عندي؟ واحد تاسوع طيب لو قلتلكم عندكم هذا صعب يمكن ستة جواهر كل جوهر يمتلك ثلاث أقانيم كم إله عندي؟ ستة ماذا بها البساطة يعني؟ آه القضية قضية جوهر في المسيحية على شري بقلتلكم؟ لما تقولوا في المسيحية نؤمن بإله الواحد تقولوا الله واحد في الثالث في الأقانيم هاي الجملة هاي الدباجة هاي الستيتمنت عندما تتبع هذا الإصطلاح بتحل أزنه الوحدانية المطلقة أو وحدانية الفرد لا تقبل تلك الصفات الإيجابية في صيغة أزلية الوحدانية المطلقة بترفض أن يكون الله عنده صفات أزلية مع من كان يوارس صفاته الأزلية بتقول الله عنده صفات ولكنها ليست صفات أزلية وهدول الناس هاي الوحدانية المطلقة وحدانية الفرد تقدم رد لهذا السؤال اللي سألته مع من كان يمارس الله صفاته خرج الخليقة فكانت أقوى الإجاباته بصدق أنا نقيت من تسع إجابات أقوى إجابتين بالمناسبة الوحدانية المجردة قدمت في العالم عن طريق فلاستي كبار زي لما تكون أرسته أرسته بيقول الله يتنزه عن الإرادة لأن الإرادة تقتضي الطلب والله لا يطلب لأنه لو طلب كان سيطلب أزلا وهذا يستلزم وجود كيانات أزلية من فجر التاريخ والحديث صريح أفلطين تسند الصفات إلى الله مسبوقة بكلمة فوق عشان يتجنب كلمة عشان يتجنب تصريح مع من كان يمارس اسمعوا فلاسفة اليهود موسى بن ميمون بيقول الله يوصف بالسوالم إياك أن تصف الله بأنه كريم الأفضل أن تصفه بأنه ليس ببخيل جد بحب يسوعنا بعيداً عن كل شيء الله كثير أوين الله كثير أوين اسمعوا شو بيحكي سفينوزا الله ليس له عقل ولا يوصف بالإرادة أو السمع أو البصر أو الرضا لأن هذه الصفات تقتضي الانتقال من حال إلى حال اسمعوا الفلاسفة اسمعوا شو صرح واصل بن عطاء هو أحد المميزين في هذا الإطار قال إن أثبت وجود صفة قديمة لله فقد أثبت وجود إلهين قضية أحسن قضية وجود صفات أزلية عند الله أو مع من كان يمارس الله صفاته قضية خطيرة جداً أنا لازلت أتحدث بإطارات نصية بشكل واضح في المشكلة مع من كان يمارس الله صفاته قبل الخليقة خارج الخليقة بإطارات مختلفة الناس قالوا لي داني للأمانة عنا رد لمشكلة صفات الله أزلية ومع من كان يمارسها تفضلوا أول إجابة قوية عندي تسع إجابات اخترت إجابتين قويات قالوا لي ليس من الضروري لإثبات أزلية صفات الله إثبات أنها كانت تمارس سأل كيف أصدق قال يمكن للبصير أن يمتلك بصيرة دون أن يكون هناك ما يبصره أي رأيكم بهذا التبرير هذا سوف يجعل من تلك الصفة عاطلة عن العمل أزلاً ثم أصبحت عاملة وهذا يسمى تبدل في الأحوال وتغير الناس يقولون لا 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 واعظ لا لا يمكن لله أن يمتلك صفات أزلية كاملة حتى يمارسها مع الكائنات التي سوف يخلقها لاحقاً ترف ماذا سوف يصنع ذلك سوف نصبح نحن الكائنات غير الضرورية واجبة الوجود حتى يستطيع الله أن يمارس صفاتهم معها وهي كاملة ما فيش حال ما فيش حل أتحدث بوعي عالي ما فيش حل أنا داني امتحنت فخصت أدمى ربنا أعطاني إدراك ما فيش حل مع من كان يمارس الله صفاته قبل اسمع شو بيحكي ابن سينة للتاريخ لا وجود للجوهر الفرد الشيخ محمد عبده وهو منطقة الثالوث كثيرا اسمع هذا التصريح وعلى لسان محمد عبده شخصيا بيقول الجوهر الفرد الذي لا يقبل الكثرة فعلا ولا عقلا لا حقيقة له هرقليطس بيقول الواحد ليس إلا كثرة توحدت والكثرة ليس إلا واحد تكثر مش معقول خطير هذا التصريح فكرة أن الوحدانية تتناقض مع وجود تعددية في الأقاني إياكم أن تعتقدوا أن هناك تعدد في الجوهر التعدد في الم مرة تانية لو المنظومة الإلهية اللي قالوا لنا عنها النهاردة نمتلك جوهرين كل جوهر أقنوم واحد كالإله قضية قضية جوهر عشان هيك يا مسيحيين من اليوم هو رايح خلينا نقول كالآتي الله بحسب الطرح المسيحي واحد في الثالوث هذا أعتقد رح ينهي القضية بأشكال مختلفة صفات الله لا يمكن أن تكون عاطلة أزلاً أصبحت عاملة في الوقت الحالي لأن هذا يعني تبدل صفات الله لا يمكن أن تكون عاملة كانت تمارس مع كائنات أزلية لأن هذا يعني أن تلك الكائنات تصبح كائنات ضرورية الوجود الله لم يكن يمارس صفاته منذ أزل مع جزء من ذاته لأن هذا فيه تركيب الله لم يكن يمارس صفاته مع إله آخر وإن هذا سوف ينتج عنه تعددية في الآلهة مع من كان يمارس الله صفاته المشكلة كالآتي بحطها بالصيغة مرة تانية لأنت سمعتوها مني هل يوجد إله؟ أولا هل له ذات؟ لهذه الذات صفات وللصفات علاقات السؤال الكبير مع من كان يمارس الله صفاته قبل الخليقة خارج الخليقة أعتقد هذا السؤال هو حبكة المحاضرة الأولى التي فيها نستطيع أن نقدم مفهوم جديد نستكمله بالمحاضرة الثانية لإثبات منطقية موثوقية مدى سلامة فكرة الثالث في الإطار المسيحي من خارج الكتاب المقدس وهذا ما سوف نتحرك فيه ببعدين أول بعد المهي الوجودية تاني بعد الصفات والعلاقات رح أجاوبكم على الأسئلة اللي بتقول لماذا على الأقل ثلاثة وعلى الأكتر ثلاثة؟ لماذا بيكون أربعة قانين؟ مش هدامة السؤال اللي بيستفسكم؟ ليش ثلاثة؟ ليش مش أربعة؟ ليش مش أتنين؟ وعد شرف لأجاوبكم وعد وأخلص بالموضوع هذا كلمة الله مرة تانية ذكروني ذكروني بالحوار كم نوع وحدانية فيه؟ ثلاثة إيش هم من وحدانية؟ مجرد ووحدانية؟ مطلقة ووحدانية؟ ثلاثة يا سلام عليك طب ماذا نعني بكلمة وحدانية؟ معنى وحدانية؟ في المسيحية نمتلك سبع معاني لمفهوم الوحدانية سبع معاني أول معنى الله واحد في الجوهر ثلاث في الأقانين اثنين الله وحده ليس سواه ثلاث الله لا يوجد إله ثانوي أو أقل ألوهية أمامه أو نده أربعة الله وحده الخالق خمسة له السيادة المطلقة ستة لا نظيرة له سبعة لا تركيب فيه لا نظيرة له السيادة المطلقة هو الخالق وهذا التصريح التكوين من صاح الأول الله الخالق الواحد ثالث في الأقانيم واحد في الجوهر لا يوجد آلهة بمراتب مختلفة إله وحد ماذا نعني بأساس الوحدانية؟ أساس الوحدانية في المسيحية قائمة على أساس ألوهية الآب ألوهية الإبن ألوهية الروح ما حدث عندي مشكلة بألوهية الآب هناك حوار خطير جداً حول ألوهية الإبن وتحسس وحذر وتوتر في شخصية الروح القدس الانتقادات دائماً كانت حول يسوع المسير من هو هذا؟ والروح القدس شخصيته هل هو قوة؟ هل هو مدرد علاقة؟ أو هو شخص؟ كيان حقيقي؟ أقنوم؟ يطلق على الروح القدس طبعاً في هذا الصياق أبوه أبوه عامة وأبوه للأب يعني كلام يطول بس هيك بدي أحكي لكم عن ألوهية الإبن بتصريح شوفوا ألوهية الإبن واضحة من خلال أحاديثه من خلال أوصافه وألقابه من خلال علاقته بالكون علاقته بالكائنات البشرية والخليقة وعلاقته بالأب هذا خطير الفكر تجاه الكون هو الخالق حافظ الخليقة رئيس الحياة سيد الكون اتجاه عمال بشرية غافر خطايا هذا المفلوج اللي اسمعت عنه مخفورة خطايات يا الله قدش هذا الحوار موتر جداً وتصريحاته أعماله تجاه البشر كانت خطيرة جداً علاقته بالأب حتى أحاديثه اسمحوا لي أزيد عن اللي يعني مش زيادة بقدر ما مشاركي كمان في هذا الإطار لما قال أنا والأب واحد الكتاب بيقول هيك عشان أكد لكم التصريح اللي تقدم في هذا الصباح اليهود فهموا ماذا يقول وماذا يدعي الكتاب بيقول بيحنى عشرة تلاتة تلاتين فتناول اليهود أيضاً حجارة ليرجموه متذكرين؟ فسألهم أعمال كثيرة عملت قدامكم عن أي عمل منهم ترجمونني فقالوا أجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف لأنك تدعي فهموا عليه فهموا عليه حتى في إطار حوار المعقد مع اليهود لما قالهم قبل إبراهيم وإبراهيم بالنسبة لهم رمز وضصريح خطير جداً ولهية الإبن حاضرة بقوة هيكي إياكم أن تعتقدوا هذا السؤال اللي كان الذي أطلق هذا الصباح الطريقة الوحيدة أن المسيح يعلن عن ذاته أنه هو الله الظاهر في الجسد هي من خلال تلك الألقاب المسيح اللوغوس ابن الإنسان ابن الله الرب أنا هو هذا هاي الطريقة أي حدا يدعيها يكون يعلن أنه هو الله هذا تصريح خطير جداً وليس بمجرد أن تقف في حواري أرشاليم وتقول أنا الله سوف يتهمك الناس بالجنون بعيداً عن أي شيء آخر عشان هيك أساس الوحدانية في المسيحية قائمة على أساس الوهية الآب الوهية الإبن الوهية الروح القدس مرة تانية نوعية الوحدانية كم نوع وحدانية أنا؟ احكوا لي ياهم وحدانية مجردة ووحدانية الفرد المطلقة ووحدانية البعد التالي اللي معروف دائماً معنى الوحدانية وأخيراً وليس آخراً أساس الوحدانية هذا هو التصريح الأخير الذي أقدمه في هذه المحاضرة والمحاضرة التانية إثبات الثلوث بإطارات وجودية ومن خلال الصفات والعلاقات حتى نوصل إلى نتيجة بأخذ أسئلة يعني اسأل اسأل بإجتهاد صادق تعرف مش لمجرد الجداد الله رحوم رحوم هذه ليست صفة صفة هذه صفة لأله فمن كان يرحم صادق نك أصدر يلا في المسيحية نؤمن بوجود صفات رئيسة صفات رئيسية هي التي منها ينبع كل مواقف الله والصفات الثانوية اسمعوا هذا التصريح واخذوه على محمل الجد يعني اليوم أنا شخصياً أرفض جملة وأتحدث كأب أرفض أن أؤمن بإله لا يغضب مثلاً لإني أب لكن هذا الغضب الذي يقدم الله لنا هو ليس إلا ناتج عن قداسة وحب لما أشوف ابني حاطط سكيني بالفيشة كده وبيلعب فيها رح تلقوني غضبت بتعرف لشي غضبت؟ ليس انتقاماً غضبت لإني أحب ابني سوف يقضي على نفسه ويضع نفسه في التهلكة إذا حطت سكيني بالفيشة فكرة أنه الله يرحم والله يخفر الله الله يرحم والله يخفر والله يغضب كلها صفات نابعة من قداسة حب عدل اقتدار وقت ومن ضمنها ينتج المواقف الأخرى الناتجة عن والتابعة والمرتبطة بتلك الصفات الرئيسة السؤال رحوم مع من كان يرحم صح هذا السؤال؟ لم يكن يرحم أحد لأن الرحمة فعل الغفران فعل ناتج عن حب أنا غفرت لإني بحب بس لم يكن هناك موقف يستدعى الغفران قبل الخليقة لكن الحب حاضر طبعاً رح تشوفوه قداسة خاضرة بالمناسبة بالمناسبة لما يقول الله قدوس ماذا يعني ذلك؟ أغلب المسيحيين في الشرق الأوسط بيربطوا الله قدوس بمنظومة أخلاقية مين قال؟ الله قدوس يعني كامل الصفات كامل والبر هو عمل تلك الصفات الكاملة معاً قدوس 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 تعني أن كل صفات الله كاملة عشان هيك أرجوكم عندما نتحدث عن صفات الله خارج الخليقة دائماً توجهوا نحو تلك الصفات الرئيسة وتساءلوا عنها كمان سؤال قلت أن الله مش بينفصل عن نفسه لا يمتزق ولا ينفصل في الأقانيم هي متميزة دون انقسام دون انفصال دون امتزاج دون الدماج وفي كل حاجة بتحصل فيه أقنوم هو اللي بيبقى متقدر أقنوم يتصدر ولا يوجد أقنوم يقوم بفعل دون الآخر حاجة مثلاً زي الصلب لما الإبن قال لما الإبن قال أنه هو فين الاب أنتوا عارفين قديش في الناس هون لهم الكثير من الحوارات في قضية إلي إلي ما شبقت برغم اختلاف التفسير الموجودة الجميع يتطفق وأذا أتحدث بواعي شخصي مستعد أتحمل اختلافه مع أي شخص مقتدر لهوتياً في هذا المكان هذا التصريح لا يتحدث إطلاقاً عن أن هناك انفصال حدث بين اللاهوت والنسب هل يوجد هنا من يؤيد ذلك الانفصال؟ أيوة في ناس رفعوا رصد تؤيد فكرت الحمد لله فكرة أن هناك انفصال بين اللاهوت هلا للأمان اسمعت تصريحات بأن هناك أن هذا التصريح عبر عنه يسوع المسيح في صيغة الإنسانية ضمن إطار النسوط بسبب حجم ذلك الابتعاد عندما حمل الخطايا وصار ذبيحة خطية فهذا سوف يستوجب تعبير من نوع ما تعرفين يسوع المسيح شخص واحد له طبيعتين اتحاد طبيعتين سأتحرك في هذا الإطار في إطار هامشي أشرح لكم ما يعني طبيعتين وأعطيكم مثال من الأرض من الوجود طبيعتين يتقدم متحدتين لا يمكن الفصل بينهما سأقدم هذا التصريح كمان في إطار بعض المفاهيم عن التجسد لتصحيح المفاهيم أو على الأقل لتعديلها لكن فكرة أن دائما أقول هذه الجملة في إلي إلي ما شبقتني برغم احترامي للتأملات والاجتهادات في التفسير إلا أن الجميع يا صاحبي الجميع يتطفق أنه لم يحدث انفصال بين اللاهوت والناس أي اجتهادات أخرى للأمانة أمتلك اجتهادات بأعتقد أنها تحترم وغير موجود ولكن برأيي في هذا الحوار أهم ما في القضية أنه لم يحدث انفصال بين اللاهوت والناس عم بحاول أقرب من جوابك من سؤالك من الكلام اللي هو عن الوحدانية اليهود اللي قروا العهد القديم طلعوا منه بأنهي نوع من الوحدانية اللي احنا خدناها حلو سؤالك بسألني اليهود أي مفهوم عن الوحدانية كانوا يعتقدون هل هو وحدانية مجردة أو وحدانية مطلقة وحدانية الفن أو وحدانية في ثلث على الأكيد ليست في ثلث ولكن للأمانة أقول أعتقد أن مفهوم الوحدانية في العهد القديم كانت التلميحات في تتحدث عن كيان يمتلك صفات وهذا الإله لا يمكن الاقتراب منه أو حتى الحديث أو ذكر أو ذكر حتى لفظ الله بهذه الأريحية التي نمتلكها علشان هيك لما أجل رب يسوع المسيح قالوا له احكينا عن من هو الله لما قالهم متى صليتم يلا قلنا ما هو اللقب الذي سوف يتحرك في هذا الجيل تعودنا نشوف أدوناي تعودنا نشوف إله الصباقوت تعودنا نشوف اللهيم تعودنا نشوف تلك المفاهيم الكبرى العظيم المبجلة قلنا من هو الله فقالهم وماتى صليتم قلوا كانت صدمة كانت صدمة أنا أستغرب دائما أنه في الناس يعتقدون أنهم لو كانوا زمن أيام يسوع المسيح كانوا سوف يكونوا من التلاميذ من الكم أنا أعتقد لو كنت أيام يسوع المسيح لن أكون من التلاميذ تصريحاته مستفزة جدا أقول لي اليوم أي مفهوم كان يمتلكوه اليهود عن وحدانية الله أحتقد أن أحتاج أساعد وهو للأمانة إعلان متدرج ليس من السهولة للأمانة سؤالك عجبني رح أشتهد فيه مطولاً بس أي كيف كان ينظرون إلى الله الآب في مجمع الآلهة أو إلى الله بالمجمل أعتقد أنهم كانوا يشوفوا واحد لا يمتلكوا تصور مختلف عن حكيته فكيف كانوا يرؤ الله؟ أعتقد أنهم كانوا يشوفوا الله ولكن صيغة الوحدانية ليست المجردة وغير المكتملة في ثلوث وذلك إعلان أكمل واكتمل في العهد الجديد فأنا قادر أقولها بهذه الصيغة ضمن إطار معين لا أستطيع أن أكمل بعدين أين التمايز في كون الله روح وكنهم الروح الكدس روح؟ للأمانة هذا تصريح يستحق الاحترام في عملية لبس في الأسماء وخاصة في اللغة العربية هناك خمس مفاهيم نعتقد أنهم مفهوم واحد في فرق بين الله طبيعة روح اتنين يختلف عن الروح القدس اسمه الروح القدس ثلاث يختلف عن نسمة الحياة اللي أحنا نقول عنها روح تختلف عن أربعة عن الروح الإنسانية خمسة تختلف عن مفهوم الروح الملائكية هذول خمس مفاهيم مختلفين عن بعض احنا في الأردق في العرب يعني في الشكل عام كل روح الله روح من حيث الطبيعة وسوف نطرق له طويلاً اسم الروح الأقنوم الثالث الروح القدس هذا اسم له اعتبارات كثيرة جداً ياريت معي وقت أحكي لماذا سمي الله الآب آب وبالمناسبة آب ابن اسم علاقة يعني لا يمكن أن يكون الله آب دون أن يكون له يعني أنا طول عمري اسمي داني لما صرت أب كان لازم وهذا يستدعي أن يكون هناك ابن تركوها على الهامش بعدين بشرحها يوماً ما في فرق بين الله طبيعة روح واسم الروح القدس يختلف هذا عن مفهوم أن الملائكة كائنات روحية يختلف عن الإنسان الذي يمتلك روح ضمن إطار لا مادي أو الإطارات المادية وكلمة الروح عند الإنسان التي تحتوي وتحتوي 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 حتى في الإطارات اليوم في مدارس مختلفة في هذه القاعة ناس تؤمن بوجود روح نفس جسد وناس تؤمن بوجود نفس وجسد مكون مادي ومكون غير مادي أياً كانت المدرسة اصطلاح الروح الإنسانية تختلف عن الروح الملائكية تختلف عن اسم الروح القدس تختلف عن الله طبيعة روح تختلف اختلافات جذرية فالتمايز بالمعنى كبير جداً طبيعة الروح اسم الروح القدس نحن تفكرتهم واحد وهما مختلفين تماماً من حيث المعنى اخذ كمان سؤال حد كده سامحني هو بيقول ان الغفران صفة جاد بعدين أو الله عملها بعد الخليقة ليه ما قلناش ان ده استحداث او تغيير في طبيعة الله يلا سريعاً زي ما قلتلك الغفران ينتج لحدث وموقف الهي وردة فعل الهي على حدث صار قدامه على تعدي من نوعاً ما من الإنسان أو الإنسانية عموماً دافع الغفران حب الله يخفر لأنه بيحب الحب حاضر منذ الأزل لكن موقفك كشخص تستحق او الله يريد ان يمارس الغفران معه هذا شيء جديد رد الفعل الفعل نفسه جديد ولكن الصفة القائمة والتي أقيمت عليها هذا الموقف حاضرة منذ الأزل حب نفس القداسة نفس مفهوم الغضب اللي كنت عم بقولكم عنه نفس مفهوم الغفران اللي عم نحكي عنه هلأ دايماً توجه إلى تلك الصفات الرئيسة التي منها ينتج أفعال اتذكروا هذا التصريح كل مواقف الله وردود أفعاله نابعة من طبيعته وطبيعته فيه صفاته وليس من شيء أهر أي موقف يقوم به الله هاي حلوة هاي رح تفيدكم كل موقف يقوم به الله تكون كل الصفات معاً حاضرة ولا تسقط صفة من أي موقف يقوم تعتقدوا عندما يخفر يتكون العدالة قد سقطت كل حاضر على نفس المستوى دائماً مواقف الله وردود أفعاله تجاهنا نابعة من طبيعته من طبيعته فدائماً وهو يخفر وهو يغضب وهو يدين وهو يرحم وهو يترقف وهو يصرخ غضباً لا لا لما أحكي لابني سند لا إياكم أن تعتقدوا أن الحب وعدالتي ووضوحي كأب واهتمامي فيه لا 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 كله حاضر بنفس الوقت فصفات الله حاضرة دائماً طول الوقت فالغفران حدث جديد لخطيئة تعملتها قائمة على أساس حب كان في الله ولا يزال وسوف يبقى إلى الأبد شكراً لكم نراكم محضرتكم